أحداث صيدة الأخيرة وتبعاتها انعقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلدية النيابية برئاسة النائب سمير الجسر وحضور وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فيزغسن وقد تركز النقاش على شريط الفيديو الخاص بهذه الأحداث الذي عرضته قيادة الجيش والذي أضاف كثيرا من التوضيح لحقيقة ما جرى وبحسب معلومات للجديد فإن اللجنة عرضت أكثر من فيديو أخذ من كاميرات المراقبة التي كانت موجودة في المربع الأمني للأسير ومن مناصريه وبينهم شقيقه إذ عرض مشهد للأسير داخل مربعه يشتم الجيش ويقول نزال شيلها الحاجز ويخرج أحمد الحريري ثم يعود إلى الأسير فيقول له ما مش الحال فيجيب الأسير ضقت ساعة السفر يا شباب نمسحوهن وخزقوهن تخزي فيتسلحوا الشبان ويرتدون ثياب العسكر ويأخذون مواقعهم العسكرية داخل المركز ثم تعرض مشاهد من الخارج حيث يتواجد عسكري على الملالة فيصعد الأسير إليه ويصفعه فيتوقف عرض الشريط للحظات ويعقب البعض على أن ذلك يكفي ماذا تريدون أن تروا أكثر من هذا المشهد ثم يقول نواب الحزب أن هذا يكفي ويطلبون من وزير الدفاع أن يخرج معهم باعتبار أن الجيش يساءل فقط في مجلس النواب ثم يحصل نقاش داخل اللجنة فيستكمل عرض الشريط والذي يظهر إطلاق نار مباشر على العسكريين بما يشبه الإعدام وهنا يشيح النواب بوجههم لعدم مقدرتهم على تحمل المشهد لشدة قسوتهم أقدمنا بكل الأمور التي تبرهن أن هذه عملية قام فيها الجيش من ناحية أمنية بحثة وفي شيء من أكد فيه أنه لحنا كان هدفنا الأول والأساسي أنه ما يكون في إصابة للمدنيين بدوره رأى النائب خالد الظاهر أن هناك إصرارا من نواب حزب الله وقوى الثامن من أذار على إضاعة الوقت ورفض منطق وجود مثل هذه الجلسة للإصطداحات والكلام عما جرى لتوضيحه أمام الرأي العام حزب الله وقوى الثامن من أذار كانوا يضيعون الوقت ويريدون أن لا تصل هذه الجلسة إلى نهاياتها الطبيعية لإراحة الرأي العام وتوضيح الصورة ودعم المؤسسات حتى وصل الأمر بزميلنا النائب نواف الموسوي أن يطلب من وزير الدفاع أن يتركوا الجلسة ويطلب من الضباط أن يتركوا الجلسة وكأنهم يريدون بذلك أن يصادروا قرار وزير الدفاع وقرار الدباط وقرار الجيش اللبناني كلام الظاهر استدعى ردا من النائب قاسم هاشم الذي أسف على موصلة إليه الأمور وعلى محاولة البعض استغلالا عقاد الجلسة لتحويلها في اتجاه آخر أن هناك من يحاول استهداف الجيش واستكمال الحملة على الجيش في الوقت الذي كان يجب أن تكون هذه الجلسة مخصصة لدعم الجيش والاحتضان هذه المؤسسة الأم أن أبعلي عمار من جهته رفض التركيز السياسي في العدوان على الجيش الجيش اللبناني علينا أن لا ننسى حينما وقع 33 جريحا له قنصا أمام الجامعة العربية الجيش اللبناني أيضا سقط من له بعرسال بعد انتقال طاولة هؤلاء لتأمين التغذية لمن ارتكب مجزرة عرسال بحق الجيش اللبناني وضباط الجيش اللبناني وقد أكد الجسر أن اللجنة ستواصل المناقشة في جلسة ستعقدها الخميسة المكملة